السلام عليكم بصراحة أنا أبغى أعترف في بداية الفيديو أني أنا كنت ما أخذ فكرة يعني ما هي كاملة ما أخذ جزئية وحدة عن الطباعة ثلاثية الأبعاد بشرح في هذا الفيديو وش اللي أنا اكتشفته وكيف تغير المفهوم عندي نهائيا لكن اختلفت النظرة لما تعمقت في الموضوع وبعد ما جرب طابعة Creality K1 خلونا نيجي مع بعض ونشوف كيف التجربة كيف نستخدم الطباعة الثلاثية الأبعاد وش هي بالضبط الطباعة ثلاثية الأبعاد حياكم الله طيب خلوني أول شي نبدأ نتكلم عن التعريف للطباعة الثلاثية الأبعاد أو 3D printing باختصار شفت لما يكون عندك طابعة أوراق في البيت وش جالسة تطبع لك تطبع لك على الورق لكن الطباعة الثلاثية الأبعاد نفسها يعني بسيطة في الاستخدام بسيطة في التعامل أمور كثيرة تعطي أو ترسل الأمر للطابعة وتبدأ هي تطبع لك لكن الفرق أنها تطلع لك مجسمات بدل ما تطبع لك ورقة تطبع لك مجسم ورح أوريكم أنه طابعة الثلاثية الأبعاد لها فوائد كبيرة فعلا خصوصا أنك ممكن يعني تصنع قطع غيار لأشياء عندك في المنزل ممكن تصنع أدوات تساعدك بداخل المنزل خلونا أول شي نبدأ مع الأشياء اللي طبعتها ثلاثية الأبعاد أول شغلة شوفوا كيف الطباعة وركزوا كيف الدقة في الطباعة طبعا هو طبعها وخلى لي هذا الغزال مجوف تخيلوا مجوف الغزال ولاحظوا كيف الرجلة صايرة ذهبية ومن إلى أعلى صاير لون البنفسج وبعلمكم كيف طبعت هذا الشكل الجميل وش نقدر نطبح أشياء أخرى شوفوا هذه العلبة هذه علبة طبعا البعض يقول ياخي يمكن تنكسر أو كده لا شوفوا أنا جالس أضرب بقوة شوف أحطها يدي حمرت ما في كسر قوة قوة في الطباعة ثلاثية الأبعاد هذه ممكن تخليها عندك في الصالة والميزة أنك تقدر تطبع عدة ألوان وبنجي عند هذه النقطة كيف تطبع عدة ألوان شوفوا هذه تعليقة ممكن تكون خلف الباب لتعليق الملابس إذا عندك حتة في المطبخ شوفتوا الأبواب حقا المطبخ وتبغى تعلق أو شيء تعلق عليه المنشفة فهذه هي اللي تصير على الباب كده وتعلق هنا المنشفة جميلة جميلة نجي أنك تقدر تطبع يعني قطعتين لكنها تعطينا يعني هدف واحد هذا وش شوف هذا ستاند لجوال ستاند لجوال تقدر تفك كده طبعا فيه أشكال كثيرة تقدر تسويها وبتكلم لكم كيف تجيبون الأشكال والرسوميات هذه طبعا الميزة في الطباعة الثلاثية الأبعاد إنها تعطيك متانة وقوة وتعطيك ألوان كيف تعطيك الألوان الألوان عندنا رولات نشتريها اللي هي فلمنت هذا الفلمنت شوفوا مكتوب عليه ثري دي برينتينج فلمنت هو عبارة عن أسلاك شوفوا من البلاستيك هذه عبارة عن أسلاك من البلاستيك تركبها خلف الطابعة تدخل هذا في الطابعة هذا وش اللون أزرق تمام في بعض الأشخاص يقول لا أبغى ملون بتلقى بتلقى فيه يبا شوفوا هذا متعدد الألوان وهذا اللي في بدايته طبعت فيه الغزال كيف طلع شكل الغزال فيه ألوان أخرى يعني أنا الحين حاط بالطابعة اللون الأبيض اللي جايسة أستخدمه الآن وميزة هذا أنك تقدر تلونه يعني كتحفة فنية بس أنا ما عندي وقت ولا صراحة كان ودي ألونه وخليه شكل فيه زخارف وكل جهة أعطيها ألوان محددة طيب انتهينا الحين طبعا هذه سعرها ما بين 60 إلى 100 ريال سعودي طبعا هذه وزنها واحد كيلو جرام ويقول لك 336 متر وشه كمية الاستهلاك في هذه القطعة ترى تختلف يعني حتى فيه الطباعة انت تتحدد تبغاها متينة ولا تبغاها رقيقة هنا دخلنا على موقع creality.com slash pages slash download ونختار طابعتنا هذه هي طابعتنا Creality K1 3D Printer ننزل تحت download product framework قبل يعني ما نبدأ ندخل ونتعمق في السفتوير خلوني أنقلكم لنقطة كيف نشغل الطابعة هذه نفك المسامير لأنه تيجي من المصنع محكمة عشان ما يصير فيها أي مشاكل بعدين تبدأ الطابعة تسوي اختبار لنفسها ونرجع عشان نشوف السفتوير كل محتويات الصندوق اللي يجي معها طبعا عندنا هنا installation guide أو catalog أداة لقص نفس البلاستيك الخاص بالطابعة ثلاثية الأبعاد ممسحة هذي عشان الأرضية والرول اللي بنحطه بالخلف الحين هذه الشاشة شفتوا هذه الفصلات تركب في هذا هذا المنفل طلع شكلها جدا مثالي شوفوا كيف وبنتأملها من الداخل شوفوا كيف المراوح اللي بداخلها وهذه شغلناها نختار الإنجليش بعدين يقول لنا الأشياء اللي المفترض الحين نبدأ نسويها هذه اللي لازم نشيلها الحين من الطابعة هذا المسمار الأول المسمار الثاني المسمار الثالث أوكي وافق نيكست الحين بنشبك على شبكة الواي فاي عندنا زائد ثلاثة التوقيت وستار ديتكتينج هذه أهم نقطة إنها الطابعة من نفسها تبدأ تسوي فحص لكل القطع اللي بداخلها وتتأكد إنها مؤهلة للطباعة زي ما نشوف فينا بالشاشة سيلف تيست كومبليتد أوكي خلاص السؤال اللي ممكن يبادر لدهلكم إنه بكل مرة بنشغلها لازم تسوي لنا هذه السالفة الطويلة لا طبعا هذه فقط في بداية التشغيل عشان تتأكد طبعا إنها وصلت لك من المصنع سليمة و بكل الزوايا و القياسات قامت فيها فحص الحرارة فحص الرأس فحص كل الأمور المتحركات و المراوح اللي بداخلها يلا الحين نرجع لمراجعتنا الحين عرفنا هذه الطريقة كيف نبدأ نفكها من الصندوق و نبدأ نتعرف على الطابعة و خلاص صارت متصلة معنا في الشبكة والحين عندي على اللابتوب أقدر أطلحها وأقدر بنفس الوقت أني أطبع ويرلس يعني ما يحتاج USB وهذه الشغلات كلها شغلت الطابعة زي ما تشوفون عندنا هذا هو ران كرياليتي برينت هذا هو البرنامج وهذه واجهة البرنامج يقول لك وش الطابعة اللي عندك نقول لها كي وون اللي موجودة عندي أوكي خلاص طبعا أول نقطة كيف نبدأ نحمل إذا أنت ما تقدر أو ما تعرف وشي طبيعي ترى أنا بالنسبة لي من زمان عن برامج رسم الثلاثية الأبعاد لكن بشرح لكم بشكل مبسط كيف تحمل المجسمات أو الموديلز اللي يسمونها أو هذه الأمور طيب نروح على موقع اسمه برينتابول موقع برينتابول داتكم هذا الموقع أنا أعتبره يعني من المواقع اللي تعطينا مجسمات ثلاثية الأبعاد مجانا نطلع على فوق 3D موديلز نضغط عليها وهذه كل الأشكال اللي نقدر إحنا يعني نستخدمها تخيلوا تقدر أنت تطبع ماسك تقدر تطبع هذه الأفعة شفتوا الأفعة هذه نقدر نطبحها خلوني أجرب أطبحها شوفوا الفيل شفتوا الغزال اللي أنا طابعة ممكن أطبح هذا الفيل نجرب نحمل هذا الثعبان الصغير ونشوف طبعا يعطيك عدة خيارات تبغى الذين لحالها تبغى الرقبة تبغى تطول أو تمدد أكثر أنا أقول أبغى بس الأفعة لحالها اللي موجودة سنيك هذه هي الأفعة طيب نسوي لها سلايس بعدها بيبدأ يحلل كيف هو يقدر يطبحها بشكل متوازي وكل قطعة أنا ليش تعنيت أختار هذه الثعبان وهذا الأفعة وأطبع لكم عشان تشوف أنه ممكن تطبع شي متحرك ورح تعرفون كلامي أكثر لما أوريكم أنه الأفعة تتحرك مثل الحبل يعني سويها قطعة قطعة لكن متصل مع بعض بإحكام ليش لأنه جالس يبنيها من الصفر رسمة رسمة هذه الأفعة الحين جهزها لنا شوفوا شوفوها عبارة عن عدة طبقات راح يرسم يبدأ يرسمها كده إلى أنه يخلصها تلاحظون هنا هذه الجهة الجهة اللي على اليمين يوريك أنه الجدار الخارجي بيأخذ ساعتين وخمس دقائق الجدار الداخلي بيأخذ ساعة ونصف وعندنا الجلد بيأخذ 49 دقيقة الدعامات بتأخذ تقريبا 11 دقيقة الأشياء الثانية 4 دقائق 5 دقائق يعني لما نروح عند LAN برينتينج عشان نطلع طابعتنا اللي موجودة على الواير اللي اسم اتصل نختار confirm وبعدها نبدأ add أو scan والشي طابعة بيدور بيدور بيلقاها بنفس الشبكة هذه K1 ضغطنا عليها ونختار add نقفل هذه يلا الحين نحط صح اول ما اضغط ونكليك برينتينج راح يطبعها لنا ويبدأ يعني في العملية اتمنى ان شاء الله اني يعني في هذه المراجحة اعطيتكم اهم المميزات كيف نستخدمها وش الطباعة الثلاثية ابعاد كيف نحصل على النماذج نحملها online كيف نشتري الرولات هذه كيف نشغل هذه الطابعة ونسوي لها الستاب في البداية اذا اعجبكم المقطع ياريت تشاركونا مع اصدقائكم واحبابكم اضغطوا على زر اعجاب اذا اعجبكم ولا تنسون تشتركونا في القناة يلا في امان الله اشتركونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة